نذر أزمة جديدة تطفو على السطح بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عنوانها صراع النفوذ والسيادة على ممرات وجزر مترامية على المحيط الهادية والمحيط الهندية يتجدد التوتر بين بيكين وواشنطن على أمواج بحر الصين الجنوبية إثر استهداف الصين قوارب إمدادات تابعة لسلاح البحرية الفلبينية كانت في طريقها إلى جزيرة سبراطلية المتنازع عليها بين البلدين لن تكتفي بلعب دور المتفرج على انتهاكات الصين تقول الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت وقوفها إلى جانب الحليف الفلبيني المتحدث باسم الخارجية نيت برايس قال إن رد بلاده سيكون صارما إذا تكرر هذا التصعيد الذي يهدد السلم والاستقرار الأمنيين مضيفا أن الخطوة الصينية تؤدي إلى التصاعد التوتر وانتهاك حرية الملحة في بحر جنوب الصين على حد تعبير برايس وفيما تعتبر الصين أن ما قامت به حماية لسيادتها على ممرات تسللت إليها السفن الفلبينية من دون موافقة بيكين قاذفات صواريخ صينية روسية تنفذ دوريات مشتركة فوق اليابان وبحر شرق الصين في مهمة قالت عنها موسكو إنها تندرج ضمن دعم قدرات البلدين لحفظ الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة استقرار بات مهددا بتصعيد بين الصين وحلفائها من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة أخرى وقد يشعل فتيل أزمة في منطقة تشهد تسابقا بين القوى العالمية للسيطرة على مزيد من الجزر والممرات الاستراتيجية في المحيطين الهادي والهندية